مجزوة التاسعة أهلا بكم بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الثورة المباركة تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون التهاني من نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن العلاقات الروسية الجزائرية قد بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية العميقة مبرزا قناعته بأن تطويرها في المستقبل يستجيب للمصالح الأساسية للشعبين ويتجه نحو آفاق ضمان الأمن والاستقرار في إفريقيا والشرقية الأوسط رئيس بوتين تقدم بتهانيها الصادقة وتمنياته بالصحة والتوفيق للسيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري السلام والازدهار من جهته هنأ رئيس جمهورية إيطاليا سيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى سبعينية الثورة المجيدة مؤكدنا الاستناد بين البلدين إلى قوة العلاقات التقليدية والصداقة بين الجزائر وروما التي يغذيها الحوار المكثف والتعاون المجدي في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك معبرا عن ارتياحه للصلابة الاستثنائية في تطوير هذه العلاقات مستقبلا وعلى هذا النحو ستواصل إيطاليا والجزائر ترقية أفاق السلام والاستقرار والازدهار لمنطقة المتوسط برمتها حيث تعتبر محورا هاما وأساسيا في هذه المرحلة التي تطبعها الصراعات العنيفة والتوترات المتصاعدة ليعرب الرئيس الإيطالي لصديقه في الأخير عن أمله في فرصة لقاء قادم مع السيد الرئيس الجمهورية مجددا تهانيه الحارة وتمنياته للسيد الرئيس بالسعادة والشعب الجزائري كل الازدهار كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة تمنى له فيها نجاح في مهامه وللشعب الجزائري الازدهار باسمه وباسم الشعب الأذرية وأضف رئيس الجمهورية أو رئيس جمهورية أذربيجان في رسالة التهنئة أن الفاتحة نوفمبر المحفورة إلى الأبد في تاريخ الشعب الجزائري الشقيق أصبح رمزا للنضال من أجل الاستقلال والحرية والإرادة التي لا تقهر على الرغم من تعرضه لسياسة استعمارية قاسية وعنف غير مسبوق وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمدة فاقة القرن الرئيس الأذري اعتبر من جهة أخرى أن ديناميكية تطور العلاقات الأذرية الجزائرية في الوقت الحاضر مرضية معربا عن إلائه الأهمية لمواصلة توسيعها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ليختتم الرئيس الأذري بتجديد تمنياته للسيد الرئيس بالصحة والسعادة والنجاح في مهامه وللشعب الجزائري السلام والازدهار السيد الرئيس تلقى أيضا رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد فرانك فولترشتاين ماير الذي عبر عن أصدق التهانية القلبية للسيد الرئيس وللشعب الجزائري وأكد الرئيس الألماني في رسالته أن الجزائر ومنذ بداية هذا العام تلعب دورا بارزا في مهمة إرساء السلام والاستقرار من خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معبرا عن شديد الامتنان لحرص البلدين عن التبادل الوثيق بخصوص هذا الشأن وسعيهما إلى تعزيز وتعميق التعاون البيني في مجالات محورية منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة وفي الختام عبر الرئيس الألماني عن تمنياته الشخصية لسيد الرئيس بالصحة والعافية والجزائر السلام والرخاء كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو التي عبرت عن تهانيها للسيد الرئيس والشعب الجزائري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة نوفمبر المجيدة مبرزة في رسالتها التاريخ المشترك للبلدين في الكفاح ضد الاستعمار مؤكدة في الوقت ذاته العمل على تطوير العلاقات العريقة والممتدة الجوانب في قادم الأيام وتوسيعها أكثر فأكثر في شتى المجالات الجديدة لفائدة البلدين لتعرب فيها الأخير عن تمنياتها بدوام الصحة للسيد الرئيس الجمهورية والازدهال للشعب الجزائري رئيس الجمهورية تلقى أيضا تهاني رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد ماتاميلا سيريل راما فوزا بمناسبة ذكر اندلاع ثورة التحرير المباركة الذي يتمنى للسيد الرئيس والشعب الجزائري كل الخير والتوفيق مؤكدا رغبته في المضي قدما نحو تعزيز وتدعيم أواصر صداقة ممتازة بين البلدين كما تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بيزشكيان الذي تقدم لسيد الرئيس ولكل الشعب الجزائري بخالص التهاني والتبركات الرئيس والإيراني عرب بمناسبة الذكرى السبعي لثورة نوفمبر الخالدة التي تصادف الذكرى الستين للعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر أعربى عن استعداد بلاده لتوطيد وتعزيز العلاقات والتعاون البيني على كافة الأصعدة ومختلف المجالات تمنيا للسيد الرئيس موفورة الصحة والتوفيق والجزائر الشقيقة والصديقة حكومة وشعبا الرقية والإزدهار السيد الرئيس تلقى أيضا تبركات رئيس جمهورية كوبا السيد ميغيل دياز كانيل بير موديز الذي أعرب عن تهانيها الودية لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري والحكومة باسم الشعب والحكومة في كوبا مجددا إرادته لمواصلة تقوية العلاقات التاريخية للصداقة الثنائية والتعاون والتضامن الموجودين بين كوبا والأمة الشقيقة الجزائرية كما هنأ سيد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني السيد الرئيس بمناسبة سبعينية الثورة الخالدة متوجها بالمناسبة أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب السوداني بخالص التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والرخاء للشعب الجزائري الشقيقة وللسيد الرئيس موفورة صحة والهناء وأكد السيد عبد الفتاح البرهان عمق أواصر الأخوة الصادقة والعلاقات الثنائية المميزة التي تربط الجزائر وسودان وعلى حرص هذا الأخير على مواصلة التعاون المشترك للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين رئيس الجمهورية تلقى أيضا رسالة تهنئة من رئيس جمهورية زينبابوي السيد إمرسون دام بوزو مينان جاكوا في ذكرى الاحتفال بثورة أول نوفمبر الخالدة تمنى له فيها موفورة صحة ودوام التوفيق وللشعب الجزائري المزيد من التقدم ويغتنم الرئيس الزينبابوي هذه السانحة ليؤكد التزامه بمواصلة العمل الوثيق مع السيد الرئيس من أجل المزي قدما في تقوية وتعميق وتوسيع أواصر الصداقة والتضام بين البلدين الشقيقين بالمناسبة ذاتها تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيسة الاتحاد السويسري السيدة فيولا أمهيرد عبرت له فيها باسم المجلس الاتحادي وباسم الشعب السويسري عن أصدق التمانيات ومزيدا من التقدم والرخاء للجزائر كما أكدت رئيسة الاتحاد السويسري للسيد الرئيس الجمهورية استعدادها للعمل معا من أجل تطوير العلاقات التاريخية وتكثيف التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الجزائري وسويسري كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني رئيس جمهورية تشيك سيد بيتر بافل الذي عبر له فيها عن بالغ تقديره لعمق الصداقة العريقة التي تربط البلدين مؤكدا مواصلة العمل لتطويره في كافة المجالات بما فيها الحوار السياسي والتعاون في المجالات الاقتصادية متمنيا للسيد الرئيس الجمهورية والشعب الجزائري كل الخير والتقدم نبقى في سياقية تهاني التي وردت تباعا بمناسبة الاحتفال بسبعينية الثورة حيث تلقى السيد الرئيس الجمهورية رسالة تهنئة من قبل رئيسي مجلسي الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي عبره عن خالص التهاني وأطيب التمنيات رجيا من الله تعالى يعيد المناسبة هذه على السيد الرئيس بموفور الصحة والعافية وعلى الجزائر بالخير والاستقرار والازدهار رئيس مجلس الوزراء اللبناني أكد بالمناسبة حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية التي يطمح إلى أن تزداد وثاقة لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين هذا وبعث الأمين والعام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه أصدق التهاني وأطيب التبركات إلى رئيسي الجمهورية بالمناسبة ذاتها مشيدا بالدور الجزائري المحوري والتاريخي في هذه المنظمة وتعزيز العمل الإسلامي المشترك مؤكدا سعي منظمة التعاون الإسلامي الدائم لتعزيز القيم التي تجمع أعضاءها وتوثيق أواصل التعاون والمنافع المتبادلة كما أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذه المناسبة عن تطلعه لما يوليه السيد الرئيس الجمهورية من رعاية واهتمام لتعزيز التضامن بين أبناء الأمة الإسلامية في فلسطين المحتلة تتواصل حرب لباتة الصهيونية على غزة ويستمر معها العدوان الصهيوني على القطاع الذي يدخل يومه الرابع والتسعين بعد الثلاثمائة حيث استشهد ووصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قصف الاحتلال منزلا في حيث للهوى كما استشهد ثلاثة فلسطينيين مساء أمس في قصف استهدف حيى الصبر جنوب مدينة غزة وشمال شرق مدينة رفح فيما قصفت مدفعيته حي بغداد هذا وأعلنت المقاومة الفلسطينية في القطاع عن قصفها مستوطنات في غلاف غزة بالصواريخ في حين تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية سلسلة اقتحامات ومدهمات واعتقالات ومواجهات حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رمالة وبلدات في تول كرم مرفوقة بأليات عسكرية وسط إطلاق القنابل الصوتية تجاه المواطنين يحدث هذا في وقت نكد فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني تستخدم أسلحة محرمة دوليا من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية دون أي اعتبارات قانونية وطالب كل من دول العالم بإدانة المذابح المروعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين وفي لبنان شن طيران الصهيوني يمس عدة غرات على قضاء عكار ومنطقة جبل أكروم وأخرى الواقع بين بلدتي النصوب وحلواص شمالي البلاد وكذا الخيام كما شن غارة على معبر جرماش قلد السبع الواقع في الهرمل شرقي البلاد على الحدود مع سوريا وأخرى على معبر كوم داخل الأراضي السورية هذا فيما أعلن حزب الله عن استهداف عدد من القوات الصهيونية وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 71 مدنيا وإصابة 169 آخرين في سسلة الغارات التي شنها الاحتلال خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني غير مسبوق وواسع النطاق أدى إلى استشهاد وإصابة الألاف من اللبنانيين فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم يحدث هذا في وقت دعت فيه الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان مع تفاقم الأوضاع المأسوية في الرياضة تتواصل اليوم الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى بإجراء مبارتين حيث يكون البرنامج على الشكل التالي هذا ولنفسي الجولة سفرت المباريات التي لعبت أمس عن فوز ملودية وهران بهدف لسفر ضد شبابي قسنطينا فيما تغلب وفاق سطيف على أولمبيا الشلف بنتيجة هدف دون رد في حين انتهى لقاء ملودية البيض وضيفه أتلي تيك بارادو بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة من جهته انتصار اتحاد خنشلا على نجمي مقرى بهدف لسفر اذا باخبار الرياضة نكون قد ختمنا مجازة تاسعة شكرا لكم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة